منا موسك انضم علينا هاني شادي المحلل والسياسي يا سيد هاني اولا كيف نربط بين الاهداف ودلالات التوقيت في هجوم وقصف ادلب وسقوط الجنود الاطراك وانتهاء المحادثات الروسية التركية دون اي نتائج تذكر يا سيد هاني في الحقيقة نتائج الجولة الثالثة من المبحثات في تركيا فشلت قبل بداية هذا الهجوم بالمناسبة وكما ان هذا الهجوم جاء بعد الانباء التي توالت عن استلاء المسلحين السوريين على سراقب وقاطع الطريق الدولي ومن ثم اعتقد لابد من ربط هذه الامور ببعضها البعض بالرغم ان الجولة الثالثة من المبحثات في تركيا فشلت الا انه كان هناك على ما يبدو تصريح من وزير الدفاع التركي اشار الى ان نتائج ستظهر خلال يومين ولكن نحن نرى امامنا ان هناك مأزخا كبيرا في العلاقات الروسية التركية ربما يتجلى ايضا ليس فقط في العملات العسكرية والقصف الجو والقتل من الجانب التركي والقتل من الجانب الروسي والسوري ولكن ايضا عمليا الرئيس الروسي رفض مقابلة اردوغان اليوم الكريملين رفض عقد قمة ربعية تضم روسيا وفرنسا والمانيا وتركيا ايضا قال الكريملين انه لا يجد جدوى حاليا او لا ينظر في عقد لقاء ثنائي مع الرئيس التركي ليس هذا فقط يا سيد هاني حتى تلفزيون الروسي نشر ما يفيد بدعم المسلحين بالمدفعية وان تركيا تخرق بوضوح اتفاقيات سوتي هل لازالت شعرة معاوية ما زالت موجودة يا سيد هاني ام ان الامر برمته قد اختلف الان الخطاب الروسي قد اختلف في الحقيقة وسأل الاعلام الروسية منذ بضع السابع وهي يمكن القول انها تنتقد تركيا بشكل كبير بجانب التصريحات المسؤولين الروس ولكن الواقع يقول ان الازمة كبيرة في العلاقات الروسية التركية وربما لا توجد شعرة معاوية ولكن ما هو البديل هل ستحارب روسيا تركيا هذا سؤال كبير لا احد يستطيع ان يجاوب عليه لا روسيا لها مصلحة في الدخول في حرب كبيرة ضد تركيا ولا تركيا بالطبع لها مصلحة وبالمناسبة لكي تقوم تركيا بشن حرب وليكن على الجيش السوري داخل الاراضي السورية لابد ان تتفاهم اولا مع الحلفاء واقصد ان الولايات المتحدة وحلف الناتو هذا النهيك اذا ارادت ان تنتقم مثلا لمقتل جنودي هاليوم ومن ثم العلاقات سهيئة جدا على ما يبدو ان تحسين وفقا للمراقبين يا سيد هاني هي تمر صحيح في 2015 هي الان تمر بمرحلة حرجة لكن السؤال الضربة كانت قاسية سيد هاني على الجانب التركي اليوم وعلى ما يبدو لكن انقرة اتهمت موسكو هي نقطة حرجة صحيح هي اتهمت موسكو لان انقرة بعدم حماية النقاط التركية من قوات دمشق وبقاتد الهجوم على ادلو هذا الصحيح كيف تترقب موسكو ردات الفعل التركية هنا في رأيك المشكلة ايضا ان الجانب الروسي لم يصدر اي بيان رسمي حتى اللحظة حول هذا الموضوع لم يتطرق اليه تماما هو نقل فقط اخبار وسائل الاعلام لقد فهمت من مراسلكم عمليا في تركيا ان الغضب التركي انصب على سوريا على روسيا صحيح وعلى ما يبدو على ما يبدو هو اتهام يا سيد هاني ان الطائرات الروسية هي التي نفزت الهجوم لا هل الطائرات الروسية هي التي نفزت الهجوم على القوات التركية هذه النقطة ربما تواطرت عليها الانباء اذا كان الغطاء الروسي فقط والضربة كانت من القوات السورية اذا كانت الضربة كانت مشتركة سوريا وروسيا سيد هاني لان حتى اللحظة في الحقيقة لا توجد اي بيانات رسمية من الجانب الروسي ولكن كما اسلافت على ما يبدو ان شعرة معاوية باتت قصيرة تماما والازمة مستحكمة واعتقد ان هناك التصالات ستجري على مستوى اخر ربما مع الدول الاوروبية مع الولايات المتحدة يجب ان ننتظر رد الفعل الروسي ولكن لا اعتقد ان البلدين بالرغم من هذه الدربة القاسية يمكن ان يغامر بحرب كبيرة بين بعضهم البعض لا يجب ان ننسى ايضا ان تركيا هي عضو حلف الناتو والروسيا يعرفون ذلك جيدا وياخذون هذا في الحسبان ومن ثم الموضوع معقد بالمناسبة بالطبع اردوغان وضع نفسه في مأزق شديد جدا رفع جميع الاسقف ولكن حتى اللحظة لم يحقق اي شيء لا يجب ان نتجهل ايضا انه اعطى مهلة للنظام السوري تنتهي غدا عمليا 29 فبراير لا ندري هل سينفذ ما كان هدد به بالهجوم على سوريا هل سيقوم بهجوم على القوات السورية دون القوات الروسية وهذا صعب تماما تحقيقه ربما يكمن هنا لحظات الانتظار الروسية وعدم الاعلان رسميا عن هذه التحركات لكن وفقا لجميع المراقبين سيد هاني روسيا رفعت يدها عن القوات العربية السورية كي تكون ببعض الضربات والقصف على الجانب التركي اليس كذلك هذا القصف وهذه العمليات في حقيقة الامر هي مدعومة في نهاية المطاف بالطيران الروسي وهذا ما تعترف به الوزارة الدفاع يوميا او على الاقل تشير الي وزارة الدفاع الروسية ومن ثم هناك دعم واضح من قبل القوات الروسية وهذا منطقي لان روسيا دخلت الى سوريا للحفاظ على الجاش السوري والنظام السوري كما تقول ومن ثم المشكلة حاليا انا ارى ارى ان اردوغان يحاول ان يأخذ القضية بانها مواجهة تركية سورية ولا يرغب حتى اللحظة في ان يجعل من هذه المواجهة تركية روسية لانه يعرف جيدا ان هناك عقبات كثيرة ولكن الواضح من الولايات المتحدة هذا سوف يتضح اذا قامت الولايات المتحدة واعلنت انها تؤيد اردوغان ولكنني لا اعتقد ان الولايات المتحدة ستدخل حرب مع روسيا من اجل اردوغان بالرغم ان تركيا هي عضو في الناتو يجب ان نعرف ان بالرغم ان تركيا عضو في الناتو ولكن الدربات تجري في اراضي دولة اخرى على حد مساخ الناتو الاعتداء لابد ان يتم على دولة من دول الناتو في هذه الحالة تستطيع دول الناتو ان تقوم بمساعدة هذه الدولة ولكن ما يجري من المعارك حاليا يجري داخل اراضي الدولة السورية هي دائما حروب الوكال ارجو البقاء معي سيد هاني شادي المحلل السياسي من موسكو ارجو البقاء معي